وهلأ رح ننتقلل الفقرة التابت اللي عم تستنوها كلكم بكل شغف وهي طاطع المنزلي واه كنت معرف قديش بتحبوا هاي الفقرة معك زميلي مصباح 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 هنا تباعد متجات متجات بدون استعملات أحداث الإختراعات ميمة كب نفايات تاجدونها هنا في الزاد مع الزميل بايعاتك مصباح 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 متشكرين يا سامية أعزائي المشاهدين النهاردة هقدم لكم اختراع رهيب ثانية واحدة اقدم لكم الـ X-Ray Ultra Violet Glasses الاختراع ده هيغير تاريخ البشرية ان الضرات دي تسمح لكم باختراق الهدوم والقدران واي عائق يقف امام تطوركم ما تستغربوش الاختراع ده استخدمت المخابرات الهندية سنين طويلة ودلوقتي اصبح ملكا لكم وعلى رأي العقيد القزافي الحاجة ام الاختراع والشعوب العربية من حقها تشوف موراء الهدوم لانها عايشة في حالة كابت نود تذكيركم بان هذه النظرات لا تباعوا في لبنان ليه بقى؟ لان الصبايا هناك عريات اصلا ولا ايه رأيك يا اخي مونير من الامارات؟ انا دايم كان عندي مشكلة ثقة نفس فيما يخص علاقتي مع الجنس انت اصدق الجنس اللطيف؟ لا لا الجنس عموما والجنس اللطيف تحديدا اه قلتلي ولكن بعد ما اشتريت هذه النظارات زادت ثقة بنفسي وفكرة اراك لا تراني تقوي الشخصية فصرت أذهب إلى النساء وأكلمهم وأوصف لهم وش يلبسون فصاروا يهربون مني شكرا يا أخي مونير من الإمارات على هذه الشهادة شكرا شكرا يا صاحب السروال الأصفر اللي مقلم بالأحمر ممكن تقولوا إن الاختراع ده خاص بالرجل لا الاختراع ده حيبقى حال وقوي لو تم استخدامه من قبل النساء ولا إيه؟ إذن اتصلوا بنا الآن على الأرقام التي ستظهر على الشاشة وإحجزوا من دلوقتي لأن الكمية محدودة عودة إليك يا سامي شكراً لك مصباحة المعلومات الأيمة